أمام حامل لقب دهبية الألعاب الأولمبية الأخيرة أمام منتخب السحر البرازيليين يستهل المنتخب المغربي لأقل من 23 عاما سلسلة من اللقاءات الودية بحثا عن التجانس والانسجام بين العناصر المغربية بغية البصم على حضور متميز في النسخة القادمة من الألعاب الأولمبية التي تحتضن العاصمة الفرنسية باريزة أشبال الأطلس وبعد إحرازهم اللقب القري يولوز الماضي سيضعون تحت محك حقيقي بمنازلتهم للبرازيل حيث يقود المنتخب الأولمبي هذا اللقاء على أن يجي لقاء آخر في الحادي عشر من هذا الشهر بذات الملعب وأمام ذات الخصم وذلك بالعاصمة العلمية فاس وكان الناخب المغربي عسام الشرعي قد وجه الدعوة لعدد من اللاعبين للدخول في هذا التربس الإعدادية غالبيتهم من المحترفين من البطولات الأوروبية حيث ضمت اللائحة وجوها جديدة كضياء الدين الجرموني ونائل العناوي وهو إبراهيم نجل أسطورة تينس المغربي يونس العناوي بالمقابل أجبر عسام الشرعي للإستغناء عن بعض العناصر التي انضمت لصفوف المنتخب الأول بدعوة من وليد أرجراجي كريشارتسون بشواري إبراهيم صلاح لعب رانس إضافة لكل من تنائي قطبي العاصمة الإسبانية مادريد يوسف الخديم ظاهر الأيصر لرديف الريال وعدنان بن سعيد لعب خطوصات أتيتيكو إذ يسعى أرجراجي لتحفيز هذين الناشئين وذلك بعد اختيارهما تمتيل أصود الأطلس على حساب المنتخب الإسباني ترجمة نانسي قنقر